حتى وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي عبر تقنية الاتصال المرئي مع المدير الإقليمي لمنظمة اليونسيف تيد شيبان مجالات تعاون بين بلادنا والمنظمة وتم خلال اللقاء مناقشة الآلية الجديدة التي تم التوقيع عليها بين الوزارة واليونسيف ووضع تدخلات اليونسيف في قطاع المياه وتزويد المؤسسات المحلية بالوقود والمعدات وقطع الغيار وخطة الخروج من تشغيل مشاريع المياه بالطاقة الشمسية وأكد الوزير الشرجبي ضرورة الإسراع في اعتماد مشاريع الصرف الصحي المرحلة الثالثة وتحديد آلية تنفيذ واعتماد نفقات التشغيل للأذرع الفنية للوزارة مجددا حرص الوزارة للمشاركة بتطوير خطة الخروج التدريجي من الدعم سواء لنفقات التشغيل أو للوقود على مدى عام من جانبه أكد شيبان استعداد اليونسيف لتقديم كامل الدعم والمساندة لبرامج الوزارة بما يساهمه في تعزيز شراكة القائمة مؤكدا أن قائمة المشاريع الجديدة جاهزة للتنفيذ بعد استكمال المشاورات حولها مع المختصين في الوزارة واليونسيف